السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مرة أخرى في سلسلة الجمع الحياتية. إن شاء الله عز وجل في هذه السلسلة أو في هذا الفيديو هذا بالخصوص سنرى الجواب على كيف حالك. يعني طبعا طريقة السؤال والطريقة الجواب. فإن شاء الله على بركة الله. هذا التمرين دائما أرجع برم عندنا في هذه الصفحة هذه وحتى في القناة دينا في يوتيوب. صفحة فيسبوك وفي القناة. فإن شاء الله تنسى تقابونا فيهم بجوز يعني طبعا تقابونا في فيسبوك وجميع الصفحة ما يبقى يطلع لك. دائما الجديد دينا إن شاء الله. الصفحة دينا والقناة قد طلل عليها يوميا. قد ندخلها يوميا يوميا. يوميا عجبار درس. وخاما يوصلك شيء يعني في نوتيفيكاسيون في التريفون أو في الطابلات. أو فيسبوك ومأكد بأنه يوميا يوميا درس. لأنه ليس كل شيء يوصل لها تشيء اللي كانت طرح في القناة دينا في الصفحة دينا. إذن على بركة الله. أبسط الطريقة التي تقول بها كيف حالك هي كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ فاتقي تأبان قليلاً فاتقي. ولا تقول مثلاً جسو مالاض إذا كنت مريض. بنسبة إلى إن شاء الله عز وجل ممكن تقول أيضاً كمان ساوا؟ كمان ساوا؟ أي نفس الطريقة يعني كيف حالك؟ والأجوبة ممكن تسنن في الأجوبة. الآن نحن مركزين على الطريقة للسؤال. كيف حالك؟ كيف حالك؟ إذن قلنا كمان فاتي؟ كمان ساوا؟ ممكن تقول كمان تالي فو. كمان تالي فو دائماً ديال الاحترام. إذا كان شيء شخص كتحترموه. شيء إنسان كبير عليك في السين فانت بغي تحترموه. كتتعام معه بواحد الأسلوب ديال الأدب. كذلك وحد الشخصية اللي كبيرة اللي زيد عليك شيء معين إلى آخره. المهم كمان تالي فو. بالنسبة إلى إنسان كتحترموه. مزيد من الدروس. مزيد من السفادة. تتواصل معي في الرقم هذا. باش إن شاء الله عز وجل تبدأ الدروس ديال اللغة الفرنسية. المكتفة اللي هي خاصة بالناس اللي عندهم غرض أنهم يتقنوا اللغة الفرنسية. إما كيستعملوه في الحياة ديالهم العملية أو المهانية أو في الدراسة أو في الصفر. مرحبا. نتمنى هذا الشيء داد نشره مع الأصدقاء ديالك. مشتوهم يستبدون. ونتعاونوا على بث العلم ونشر العلم. عوضة نشر التفاهاتيك. نتمنى لك توفيق. أنا عملت الدور ديالي. أنا يوجد دارت وحضرته بسيد. تابعنا مجموعة ديال السيسيلات. حاولت ما أمكن أن الدروس ديال يكونوا قصار. باش تسافد نتا غير فيديو بسيد. تأخذ معلومة تستعملها في حيات ديالك. وغدى معلومة أخرى. شوية شوية تتعلم إن شاء الله العديد ديال الجمال اللي يمكن تستفد فيهم. يعني تستعملوا في حيات ديالك. أنا قمت بالدور ديالي. الدور ديالك أنت هو أنك تستفد طبعا وتفيد الآخرين بنشر هذا الخير هذا. كانت منها لك توفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر